السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أخبار كثيرة تبقى مزيفة وأنت تحب أن تكتشف أخبار حقيقة أو مزيفة يمكن أن تستطبها على المتصفح سواء كروم أو فايرفوكس لكن لا تستطب أي أداء ممكن أن تكون أداء سيئ ستطب أي أداء سيئة ممكن أن تجد أداء أصلاً تنشر أخبار سيئة والتقييم بتاعها أصلاً يأخذ رقم سيئ لذلك لما تقول له أنه يريد أن تكون أداء خمس نجوم أو تجد أربعة لأنها تكون الأداء كويسة لكن هناك أحد لا يعرف أن يستخدمها أو أساء استخدامها ستجد حاجات مثل فاك نيوز ويمكن أن تكون أداء بسطبه وأن تقرأ الخبر تستطيع أن تدوز تلك الأداء أو أن تكون أداء صحة معينة يبدأ أن يقول لك هل الصورة دي صح أم لا الأداء تفيد بدل أن تقوم بتقوم بشير الخبر ويكون هذا الخبر ليس حي من دمنا الأداء الكويسة والناس بتشكر فيها ستجد أداء نيوز فاك نيوز تقدر ان انت تبقى مستطبها بحيث انه انت شغال هاي خبر تشوك فيه تبدأ ان انت تديك تحذير خلي بالك الخبر ده سيئ هتلاحظ الناس بتتكلم ان الادا دي ساعدتهم في تجنب النوع انشو الخبر مكنش صحيح يعني دي برضو اداة كويسة واسبلك الرابط بتاعها اسفل الفيديو فيك نيوز والتقييم بتاعها 4.3 وعدد كبير اللي قيمها لان ممكن تكون اثنين ثلاثة صاحب صاحب الاداة دي تدخلوا خمسة من خمسة انها ملاق ده عدد معقول عندما تجي تدوس هنا هتلاقي ان هو اول لما تشوف اي فيديو تقدر ان انت تدي له رابط الفيديو سواء يوتيوب او الفيسبوك مجرد ان انت مثلا تعمل سلكت على الرابط هنا وتبدأ تدهول او الصورة هتدوس هنا وتقول له copy image address وتبدأ تدهاله او حتى رابط الفيديو ويبدأ ان هو يكشف هل الكلام ده حقيقي او لا وخلينا فاكرين الحديث كافة بالمر اسمنت ان يحدث بكل ما يسمع ان انت بتعمل شير لكل حاجة ما غير ما تكشفها حتى لو بقى الكلام صح والغلق لان ده ممكن نعم شك كثير جدا حتى التويتر لو في اي تويتر ممكن تأكد بمصدرها هو بقى بيشرح لك الفكرة التولز مجرد ان انت بس تتبع معك في الجوجل كوروم او فاير بوكس ويبدأ ان هو ينبيهك لو في اي خبر غير صحيح او حابب ان انت تتأكد من صورة وفيديو ومن تويتر والحاجات دي كلها موقع متخصص في الكشف عن الاخبار اللي فيها مشاكل وهو الادام الجانية ودي من ضمن الحاجات اللي تتأكد منها من صحة الاخبار يعني حتى القناة التلفزيونية بتعتمد على ادوات زي كده عشان تأكد من صحة الخبر قبل من شرقه اشتركوا في القناة